جزء من تكويننا الوجداني جزء من تركبتنا الفكرية جزء من ثوابتنا ومن ضمن مبادئنا اللي أظنها كتيرة وسبتة إنه العرب قضية واحدة كاملة لا تقبل التجزء أو التجزئة فيبقى دايماً الهم العربي واحد وده اللي عشان كده بقول فيه كنت المصطفى أتمنى أنه التوصيات اللي هتبقى خارجة من الجامعة العربية تبقى توصيات على قدر الأحلام مش بس الطموح الطموح أقل شوية من الحلم لأن إحنا يا محلمنا ويا مكان عندنا طموح ومش في كل وقت كنا نجد يعني توصيات تلبي ذلك وبالمناسبة برضو عشان حضرتك تبقى عارف وحضرتك تبقى عارفة كمشاهدات ومشاهدين أجلاء أعزاء الجامعة العربية ليست سلطة لتنفيذ قرار يعني جامعة العربية توصي نحن نتكلم على المؤسس الجامعة العربية توصيات وتتابع هذه التوصيات القرار في إيد الزعماء والقادة حلمي حلمي أن أنا أحس إحساس كامل بالأوبريت الشهير وطني حبيبي الوطن الأكبر أن إحنا كلنا كلمة واحدة اتجاه واحد مهما كانت التباينات اتجاه واحد عايزين المنطقة دي مثلا ده أمل حياتي بزيط بعد اللي حصل خلال كم سنة الأخرى يعني في العشر سنة الأخرى إحنا فعلا كان وقعنا العربي متعب ومؤلم جدا حلمي أنه المنطقة العربية تبقى فيه أتم استقرار أمني وسياسي ساعتها الاقتصادي جاي جاي تاني ساعتها الاقتصادي جاي جاي أنت بتتكلم على منطقة هي واحدة من أكثر المناطق ثراء على سطح الكوكب وبالمناسبة هذه الميزة هي السبب الرئيسي اللي بيخلي كتير من دول العالم مش عاوزك تستقر أو دول رئيسية وعواصم صنع قرار دولي مش عاوزك تستقر لأنه طول الوقت عندهم ظنون وهواجس ومتاعب نفسية متعلقة بأنه المنطقة دي لو استقرت هتذهب إلى شراكة اقتصادية موحدة وقرارات سياسية موحدة وتوجهات كلها تقريبا تبقى واحدة تقريبا مش بالكلية وده مفهوم في السياسة دايما هيبقى فيه تبايينات فيه الأراء وفيه الاتجاهات على بعض الأمور والقضايا فبيظن طول الوقت الغرب أو عواصم صنع القرار فيه بعضها مش هقولك كلها إنه لو حصل كده ده هيفترسونا ده عندهم فلوس فتقالب عندهم وحدة في القرار وحدة في التوجه وحدة في الرؤية ده يفترسونا ده يكلونا ده يحدفونا ده يعمل مش صحيح لأنه التاريخ ما بيقولش كده التاريخ المشوه اللي هم بيحاولوا ويفرضوه علينا بيقول كده لكن الحقيقة عمرها ما كانت كده خالص عمرنا ما كنا غزاء عمرنا ما كنا قتل متوحشين عمرنا ما كنا فارضين لأراء أو توجهات عمرها ما حصلت اللي حصل ما حصلش من عندنا ده حصل من الناس تانية في قرن الستاشر بقى وحدة ولا حرج ودي حدوتة تروى لاحقا خلوني النهاردة أقول لكم أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر أو حضر زي ما حضراتكم شايفين ويحضر حاليا فعل مضارع الجلسة الافتتاحية للقمة العربية واحد وتلاتين في الجزائر فعلا بعد توقف ثلاث سنوات عندنا كل الأحلام كل الطموحات وتنطلق وقائع القمة العربية واحد وتلاتين بالجزائر ونستمع لكلمات الزعماء والقادة وفي انتظار بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة كلمة رئيس جمهورية مصر العربية محتاجين نسمع كلمة رئيس جمهورية مصر العربية محتاجين نسمع رأي مصر فيه اللي بيحصل فيه المنطقة العربية أمام القادة والزعماء العرب ونحن فيه احتياج أكثر نفسي حاجة واحدة بس سوق عربية مشتركة حاجة واحدة بس يا خلونا ناخد معانا على التليفون ضفنا العزيز دكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية أهلا 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 سعيد بيوجود مع حضرتك يا فندم يا بختي يا دكتور يا بختي يا بختي يا دكتور حامد يا فندم الله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخيديك يا فندم يعني خليني أحول أستبق الأحداث ولكن انطلاقا من الكلمات اللي يمكن تفضل بيها بعض من الزعماء والقضاء العرب حتى الآن ماذا يتوقع دكتور حامد فارس في توصيات الجامعة يعني سيكون هناك عدة توصيات خاصة أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية بظن وتقديري أن من أهم هذه التوصيات كيفية إحداث تكامل اقتصادي للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها نتيجة جايحة كورونا وأيضا لانعكسات سلبية للحرب الروسية الأوكرانية وفي ظن وتقديري أن هذا الملف تحديداً يا أستاذ يوسف هو الأهم بالإضافة إلى الملفات السياسية ذات الأهمية المشترقة بين قادة الدول العربية على اعتبار أنه يعني طوق النجال للمنطقة العربية في ظل أنه لا يمكن لأي دولة من دول المنطقة العربية أن تتغلب على هذه الأزمات منفردة سواء أزمة الأمن الغذائي سواء أزمة الطاقة وأيضا أزمة المياه على اعتبار أن المياه هي بزء أصيل من الأمن القومي العربي وبالتالي هذه الأزمات المتعددة التي ألقت بظلالها لك أن تتخيل أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتخطى الألفين مليار دولار يعني اثنين تريليون دولار في ظل أن أوروبا الآن تعاني بشكل كبير من أزمات متعددة سواء في قطاع الطاقة سواء في قطاع البنية التحتية سواء في قطاع الأمن وبالإضافة إلى ذلك أصبحت الأموال العربية في ظل هذه المعطيات لأموال مهددة بأن تفقد وبالتالي لابد أن تبحث الدول العربية عن مكان بديل للاستثمارات العربية يحقق الرخاء والنماء اتفاقاً واتفاقاً مع المصالح الاستراتيجية المشترقة والعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة للدول العربية طيب دكتور حامد خليني أستأذنك في سؤال أنه يعني طول عمرنا نقدر نفهم جداً ونستوعب أنه التراكمات الرأسمالية اللي بتبقى موجودة سواء إذا كان في أوروبا ولا جنوب شرق آسيا ولا في أمريكا الشمالية لما بيحصل تشبع استثماري في مناطقهم وفي أقالمهم فبيبدأ يتوجه إلى دول أخرى فتلاقي مثلاً الصين يحصل لها تراكم رأسمالي كبير جداً فعايزة تزود استثماراتها فتتوجه إلى إفريقيا أوروبا تتوجه ما بين إفريقيا وآسيا الأمريكتين أو أمريكا الشمالية تحديداً كان الولايات المتحدة الأمريكية يستثمروا تحت في أمريكا اللاتينية أحياناً إفريقيا وطبعاً في السابق كان في بعض الدول الأسيوية ومن ضمنها ومن أبرزها فييتنام بس كل ده بيحصل لما يحصل لما بيكون عندهم تشبع أنا كمنطقة عربية بقى لسه ما جرليش ولا عشرة في المية تشبع أنا بحدف على برة ليه؟ مش الأول أخلص المنطقة؟ يعني نظرية مهمة جداً وطرحة أكثر من جيد لأنه يتفق مع الواقع أصبحت هناك فرص استثمارية في الوطن العربي تحقق أعلى العواج للمستثمرين العرب والأجانب وعلى رأس هذه الدول التي أصبحت قبلة للمستثمرين هي الدولة المصرية على اعتبار أن مصر والقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي قامت بمجهودات جبارة ومتراقمة ومتزايدة في الفترة الأخيرة عكست أن هناك بنية تحتية حقيقية ستكون جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وتحقق أعلى العواج بالإضافة إلى أيضاً بنية تشريعية حقيقية وهذا ما نشاهده يعني لك أن تتخيل أن هناك عدد من المشروعات بعد توقيع الشراقة التكاملية الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية وانضمت إليها البحرين منذ شهرين لك أن تتخيل أن هناك مشروع القاهرة كتاون والذي يربط بين تسع دول أفريقية وعربية لك أن تتخيل أن هناك مشروع الشام الجديد والذي من الممكن جداً أن يحقق استقرار كبير جداً على مستوى العلية السلسية مصر والعراق والأردن لك أن تتخيل أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين فيما يخص مجال الطاقة المتجددة وأصبحت تحارب وبكل قوة على أن يحزو المجتمع الدولي حزوها بظل أنها ستستضيف قد 27 قمة المناخ والاهتمامات الآن بالتغيرات المناخية يعكس حرص الدولة المصرية على توفير مصادر نظيفة للطاقة وإلك أن تتخيل أيضاً أن حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة داخل الدولة المصرية يتخطى الأربعة وثلاثة من عشر مليار دولار كل هذه المعطيات تجعل الدولة المصرية هي قبلة للمستثمرين العرب بالإضافة إلى عنصر مهم جداً جداً وهو عنصر الأمن الذي نجحت الدولة المصرية في توفيره بشكل كبير كل هذه المعطيات تجعل أن هناك رغبة حقيقية لابد من تدشين تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني يكون دفعاً للعمل العربي المشترق ومعززاً له ولابد أن يتم تفعيل السوق العربية المشترقة كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال اللقاءات يعني على الرغم من أن هذه القمة من الممكن جداً ألا تحقق كل ما تحدثت فيه ولكنها حتى ستكون النواة للانطلاق الحقيقي نحو تفعيل السوق العربية المشترقة أو حتى تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترق باعتباره دافع مهم جداً لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وفي ظل أن رأس المال في أوروبا الآن واستثماره هناك يعد خطورة داهمة عليه وهو ما شاهدناه على سبيل المثال عندما تم الادلاع على أكثر من 360 مليار دولار من الصلاوات أو من الأموال الروسية من قبل البنك المركزي الأوروبي صحيح أنا أشكرك جداً 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 لدكتور حامد كل الشكر لدكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية لكن شوف القاعدة بتقول أن الاقتصاد يحرك السياسة على ما يبدو عندنا العكس فاصل ونكمل الكلام أهلاً بحضراتكم مرة تانية شوف بقى هنا اللطافة اللطافة في إيه؟ حضراتكم عارفين القرارات اللي صدرت عن الحكومة يوم الأربع اللي فات المتعلقة بالعلاوات والفلوس الزيادة وما إلى ذلك لو أنت فاكر كويس مزيع اللي كان واقف كنت هنا في الحتة دي الحتة اللي أنا بقف فيها في أول الحلقة نو قلت لك إيه؟ قلت لك إن هي إلا أيام معدودات كتيرنا كبرنا الأسبوع الجاي لأن إحنا النهار دي كان عندنا جلسة التلات حلو؟ وإحنا مش معتدين بالمناسبة بقى فيها عندنا جلسة مجلس النواب التلات بتبقى عادة حد اتنين تلات طيب مهم فقلت لك إيه؟ قلت لك الأسبوع الجاي مجلس النواب هيقر ده بقانون يبقى الحلاوة والطعامة في إيه؟ قرارة بتاعت الحكومة صدرت مجلس النواب يعني عقد بسرعة علشان يشتغل على القانون ويقر وبالفعل النهار ده مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إقرارا بشكل نهائي على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية عشان عارف زمايلي هنا ويطب اللي مش مخاطب بالقانون اقول له برضو انت موجود مش مول وكمان منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ومنح اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم منحة استثنائية ده حصل النهاردة في مجلس النواب المصري استكمالا للقرارات اللي اصدرتها الحكومة يوم الاربع اللي فات جيد ولا مش جيد بأمانة سؤال جيد ولا مش جيد يا سادة كرام الحكومة تطلع قرارات تسع قرارات يوم الاربع اللي فات فبالزبط يعني احنا يعدي بقى علاء دي كواهي يعني ببساطة خميس جمعة سبت حد اتنين تلات في اليوم السادس الصبح يقر القنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه تفتكر علشان دي دولة يعني ايه الدولة اللي عندها ثابت الدولة اللي عندها مبدأ الدولة اللي لما تقول احنا هنشتغل بمنتهى السرعة على مد مظلة حماية اجتماعية يبقى هتشتغل بمنتهى السرعة الدولة اللي بتقول حكومتها انا عندي التسع قرارات دول في قرارات هتحتاج شغل من مجلس النواب هتلاقي مجلس النواب على طول شغال خليني هنتقل بك بالمناسبة يعني خلاص ده حصل وتمام التمام وانت كده عزيز المواطن في السيف سايد انت ميت فول واربعتاشر خليني هنا بقى اخدك على حالة تانية رئيس نادي اسموحة عمل حاجة لطيفة جدا كافئ عاملت نظافة في النادي بشهادة تقدير ليه بص بقى ايه المصري على حق المعدن معدن المصري هزيه السيدة الفاضلة هزيه الفتاة الفاضلة هزيه الانسانة الفاضلة لقيت شيك بمليون جنيه وهي بتمارس عملها دون اي تفكير او تردد خدته ودته ودته للإدارة هتيجي تقول لي ما شيك بمليون جنيه لو رحت بيه البنك هيقولها اسمك مش مكتوب في الشيك ده اسم مثلا يوسف قادر يا كريم مهم يعني ده اسم يوسف فما ينفعش تصرفيه الشيك يصرف لحامله اه هو الشيك بتاع الافلام اللي بنتفرج عليها بتاع الزمن يقوله ايه اكتب الشيك لحامله يا سيدة فاندي ايه كده الشيك يصرف لحامله فالستعبير تاخد بعضها بالشيك اللي تقدر بمنتهى السهولة والبساطة واليسر وقانوني بس مش حلال تاخد بعضها وتروح على البنك تسلم الشيك صورة البطاقة تاخد الإرشنات وتروح وكده ميت فل واربعتاشر أمنت مستقبلها ومستقبل العيال لو فيه يعني مليون جنيه أرنب لكن عبير ما عملتش كده عبير بتخاف ربها عبير عندها مبادئ عبير متربية عبير صح نموذج لمصري عشرة على عشرة عبير علي معانا على التليفون زكي عبير بحضرتك يا فندم أنا متسكرة قوي على كدت الكلام اللي حضرتك بتقوله بجد أنا فخورة طبعا بنفسي ثم عيالي وفخورة طبعا بيتمسدوني أنه هو طبعا بيكلمني بيقول الكلام ده كله علي هم اللي ما كلمناكيش يا عبير بنكلم مين طيب ولما قلناش الكلام ده اللي يوفيكي حتة صغيرة من حقك الله يخليك يا فندم الله يخليك رب مالي باريكي في حضرتك يا ربي يخليك يا ربي ويدليك الصحة ويقطر من أمثالك يا عبير شوف يا عبير يا ربي احنا بنمر كلنا بظروف صعبة خالص أكيد طبعا أكيد طبعا يا فندم طيب وفي ظل الظروف الصعبة خالص دي ساعات يجي الشيطان يروح مزأزق لواحد في ويدنه البنتين لا وبيخاف ربنا ما بيقبلش إرسوا حراما على أهل بيتهم الله أكبر أنت عندك عيالي عبير عندي بنتين ما شاء الله ربنا يخلي أسميهم إيه عندهم كم سنة واحدة 13 سنة واحدة 12 سنة ومطلقة وعندي 32 سنة وقاعدة في إيجار وانت شايلة المسئولية بتاعت البنات أيوة أنا شايلة المسئولية البناتي من هما قتيل بطولك يا قويك يا ربنا يا عبير وأعدة في شقة إجار أيوة إجارها كام ألف جنيه مهيتك كام يا عبير الحمد لله الحمد لله والشكر لله مهيتك كام المهية كام المهية دي ما ينفعت발 أتكلم فيها لأن دهyi السر الزغل ما ينفعتaron تكلم في خالص دون محترم يا عبير عليا النعمة طب أنا عايز أسأل النادي عملك شهادة تأدير حلو ده كلام جميل وكلام رائع وحاجة عشرة على عشرة والأمانة والضمير الحي ما يتقدرش بفلوس ده بالنسبة لي مفهوم جدا 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 بس أنا عندي سؤالين بأمانة والله هل أنت مرتبك بيطلع من النادي ولا بيطلع من شركة لا 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 من النادي يا فندم طيب النادي ما قالش مثلا نحن نزود مرتب عبير أو نصرف مكافأة حلوة كده والله يعني يا فندم إنها مكافأة أصلا إنها أتفهم نهائي أنا كان عايزة خالص بوصل أمانة للرئي والإدارة بحكم شغلنا يعني هو عايزة خالص اللي أنا سكر بمليون دنيا هو عادي ما إحنا برضو في النص إحنا مهنائي برضو دهب وألماط ومضيلات يعيش اللي ربك يا عبير والله العظيم طيب أصحاب الشيك أكيد بقى راحوا استلموه لا بصراحة فندم أنا ما حاولتش أسأل فيها لأن حاجة ما تخصنيش ولا في دماغك ولا في دماغك تعرفة في عرف يعني كده يقولك اللي يلاقي حاجة من حقه يطلب عشرة في المية بصراحة فندم أنا لما بدأي فلوص أنا متعبتش فيها ما أخدهاي طب افترضنا 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 إنه أصحاب الشيك راحوا استلموه وكلموك في التليفون وقولك يا عبير إحنا عاوزين نكافك هتقولي إيه والله أنا محتاجي جنيه ولو هم يعني أصحاب الشيك طلعوا حاجة من نصهم ضوئية لك عبيد عشان خطر الأمانة أنا طبعا هوافق حاجة رفعياني من فاصل خدمة طبعا طبعا وبعدين بصراحة يعني أنا عايز أقول له حضرتك رئيس النادي أستاذ وليد عرصات من آخر يعني هو مش مخلينا حاجة هو رئيس نادي وبشري هو أخ لنا وإذنك وبحرار يعني يعني انت ساكنة فين يا عبير لأ الخط بيقطع واحدة واحدة علي عشان نسمع كويس وقف في حتة فيها شبكة عبير بيرو حتة فيها شبكة قالوه لأ حتة فيها شبكة عبير مش حتة ما فيها الشبكة إحنا وراها طيب على ما نعود الاتصال بعبير أنا بقى عندي طلب طلب ده ممكن ينفزه لنا المحافظ أو ممكن تنفزه لنا وزارة الإسكان مثلا يعني ما هو اللي اتنين دول هم اللي في قديهم يتصرفوننا في شقة العبير أظن تمليك آه حاجة من الحاجات بتاعة الإسكان الاجتماعي بتاع أهلينة عبير تقعد فيها هي وبناتها آه علشان أكيد عبير مش حمل إيجار جديد يعني كفاية لاية شايلاء زي ما قالت أنا شايلة ولادي أو بناتي من ساعة ما تولدوا هي اللي شايلة الليلة هي اللي شايلة الليلة فأنا يعني أتمنى حتى لو زميلي يكلموا سات المحافظ كده على التليفون وعاوز يخش هوا ينور مش عاوز يخش هوا مش قصة المهم يعملون كي يبقى مشغول بس المهم عندي شقة من بتوع الإسكان الاجتماعي تمليك ونكتب عبير العقد كده وتستلم وتبقى شقة من الشقع المتشطبة ويا سلام سلم لو بالفرش بقى ياه ده هتبقى ساعة الدنيا والآخرة بالنسبة لي على الأقل هبقى مبسوط إنه البلد مقدرها دي على سبيل المثال ده الحصر فإن لم يكن لدى المحافظ يعني فيه إطار الصلاحيات الممنوحة ليه عدد شقق يقدر يطلع منها حاجة لعبير فيبقى وزارة الإسكان طيب نادي سموحة ده نادي كبير وعريق ومحترم ومليان ناس تقايل مليان ناس تقايل أنا أخاطب واحد من التقايل وأنا عارف إنه بيعزني مش هقول اسمه بقى صح يا زيمة أه شقق بقى معانا عبير تاني عالتليفون زاكي عبير لسا نقصه والله يا فند من الشبكة بص 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 خالص 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 بنعمال بيقولك إيه هو في حتة فيها شبكة عبير لقيت الخط قطع طيلك لقى عبير أنا بقول فيها شبكة مش نقطع شبكة قوليلي يا عبير أنت ساكنة فين بقى يا ستة؟ فيكتوريا أنت فيكتوريا فين فيكتوريا؟ عند المزلقان الكتار عند المزلقان بتاع القطر قبل ما نعدي النحية التانية ونخش على سيوف شماعة بالضبط وقلبان السقعين مبتع وجوه علي قوي صح؟ صح عايزة عندهم صح طلعت أنا قديم في اسكندرية هو ده أنا عفريت في اسكندرية بص يا عبير أنا دلوقتي كل اللي أنا عايزه إن شاء الله إن شاء الله أنا بقى ما يهمنيش خالص مسألة إنه يبقى فيه مكافأة مدية حتى لو مئة ألف جنيه أنا اللي يهمني شاء تمليك عقد أخضر تبقى ليك أنت والبنات أخضر يعني تمليك تمليك ده اللي أنت عايزة ده اللي أنا عايزة بالتغالي طبعا البنات أولى بقى كده مش عايزة حاجة تاني أولا أكده ربنا هقالي كل عملي ما تقوليش كده بقى قوليلي ليه ليه انا مش مجدروش خالص بس اللي هقولك بقى ايه مفيش حاجة اسمها مش عايزة حاجة تاني من ربنا عشان اللي عنده ربنا كتير قوي فانت تطلبي من ربنا اللي انت عايزاه هيبعته بس في معايده فاقولي اه انا دلوقتي بس عايزة الشقة وان شاء الله ربنا هيوعدنا بالاكتر ربنا هيبعتلك الاكتر بقولك انت دلوقتي يقولي يا رب انا عايزة شقة ويا رب بعد كده تبعتلي الاحلى والاكتر والاكبر ويبارك في بناتي نوحد الدعا شكرا يا عبير خلينا احنا نسعالك نبقى احنا سفرائك يا عبير في هذا الموضوع تاني انا اجدد المناشدة والطلب والامنية واشدد عليهم جدا 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 سيدة الفاضل معالي وزير الاسكان وسيد معالي المحافظ بعد اذن حضراتكم احنا عايزين شقة تمليك في الاسكان الاجتماعي العبير تبقى قدر الامكان قريبة من حيز الشغل والمدرسة بتاعة البنات عشان ما نضطرش البنات ننقلم المدرسة ونخش في حدوتة وليلة في حاجة كده ايه في المشروعات اللي بتتعمل والنبي وفي اقرب وقت نمضي عبير على العقد شقة تبقى متشطبة وبالفرش اقل واجب دي كانت ممكن تاخد بعضها تصرف الشيك ومحدش بالقانون هيقول لها تلتة تلتة كام نبقى معاها الارنب تجيب الشقة اللي على مزاجها وممكن تشتغل تفتح للنفسها شغلنا في الزغنطة بس عبير ما بتقبلش قرشة حرام نيجي نعمل ايه نساعدها احنا طيب ولو مش موجود حاجة تابع الاسكان ولا تابع المحافظة نعمل ايه يا يوسف ايه نقول لبقى المش مهندس اه من التقايل في النادي وانا عارف ان هو لو وصلت له الفيديو ده بشكل او باخر والله انا هتصرف وابعته له يعني مهم او غيره بصوا جماعة انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى السنة دي تكمل في 31 ديسمبر وعبير باذن الله معاها عقد شقتها ده فقال لتأديرنا لما كانتش سكنة فيها وبإذن الله البلد دي قدها وقدود او الله تبقى جميلة طيب ما شاء الله عليها وربنا يبارك فيها هي وبنتها ويحميهم ويحفظهم من عنده بالمناسبة محمد الشيطلع يقولك اسلوسف الدروش واسلوسف عتسوق اه مص سبها على الله انا في حامية كتير حصلت في حياتي خلال 6-7 سنين فاتوا غيروني بالكلية بالكلية مهم خلوني بقى نروح لقصر لقصر بلدنا بلد سواح تيها تيقى ايه؟ تيجي الأجانب تيتفسح بالظابط احتفالات ملكية بمناسبة مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عن خامون الملك الصغير الملك الأشهر على مستوى العالم الدكتور فاتح ياسين المشرف العام على مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة الأقصر زكا دكتور زكا دكتور اخبارك ايه يقوله تماما يعني عايزين بقى نعرف استعدادات لقصر في اطار احتفالات ملكية بالفرعون الصغير بص حضرتك زي ما انت عارف انه توت عن خامون ده ايكونة الاثار المصرية وعلى وجه الخاص ايكونة الاثار الاطصر حلو والفرح توت عن خامون والاحتفالية بي احنا بدأناها من منتصف اكتوبر جميل وكانت توجهات السيد الامين العام لنا بانه نعمل تواصل مجتمعي بمعنى حضرتك انه نحن بنكون بنعرف وبنرفع الوعي الاثري لدى المواطن الاقصري بوجه خاص والمواطنين بشكل عام فكان فرصة حضرتك انه نحن نكون الاحتفالات دي تبقى على المستوى خليني اقول لحضرتك على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي حلو بالاضافة الى تواصلنا مع مدريات التربة والتعليم او من خلال قصور الثقافة او من خلال ندواتنا والافلام اللي خاصة بزيط عن خامون ومنقاشتها وذلك بما يتم الوعي الاثري وحب الحضارة المصرية والانتماء لبلدنا الحديث لكن على المستوى الرسمي حضرتك في الاحتفالات انه احنا تم تجهيز كامل اه كما تعرف حضرتك انه احنا فتحنا اه استراحة اه اه وارد كارثة المكتشة عن خامون وعملناها كمتحة حاليا بنعيد السيناريوم متاع العرض امتاحها وتكون متاحة بشكل اجمل وافضل مع مكبرة ربلكة لتوت عن خامون يستطيع الزائر وخاصة النشأ ان يزورها ويتلمسها ليس هناك في اي ضرر منها كما تعرف حضرتك احنا منعين اه لمس الاصر الاصر طبعا بالاضافة لحضرتك حيكون هناك مؤتمر علمي اه يحضره كبراء العلماء لالقاء المحاضرات عن اه 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 توت عن خامون والحضارة المصرية بشكل اه عام وبالاخص توت عن خامون ومؤتمرنا ان شاء الله والاتتاح متاع اه اه الهوارد كارثة حيكون برضو في ميديا وفي شخصيات عالمية هتحضر هذا الاهتفال فكل ده حضرتك بصبت المصلحة العامة وهي اكبر دعاية للأقصر اللي حضرتك بالخداء طيب معلش استأذنك يعني استحملني دي دعاية لينا من جوه جوه ولا الكلام ده موجود في بلاد برا يعني اوروبا امريكا الاخ 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 احنا شغالين على المحورين شغالين على المحور المحلي وده حق اهلين علينا وشغالين حضرتك على المحور الدولي وهو حضرتك هيكون معنا صفراء دول وميديا من هذه الدول وحضرتك فيه برضو شخصيات عالمية وفيه قد يكون من نفس عائلة هوارد كارتر وانت عارف حضرتك انه اي شخصي من الشخصيات دي بتتحرك بتتحرك معها الميديا سواء العامة او الخاصة من خلال السوشيال ميديا الخاصة دي تمام انا مشكورك جدا دكتور كل شكر ليك دكتور فاتح ياسين المشرف العام على مكتب وزارة السياحة والاثار بالاقصر انا بس احب ان احنا يعني كنا نكسف اكتر المسألة دي عالميا احتفالات بتتعام خامون في الاقصر او دي الميت سنة وما الى زي كنا مش بتكلم على احتفالية تعملها الدولة خالص انا بتكلم على ان انا يبقى فيه عندي زخم موجود برا ناس تبقى حاضر بقى في زهنها عن طريق شوية حاجات بتبقى مش مكلفة اوي بالمناسبة يعني يعمل عرض لطيف زريف في شارع من شوارع لندن فيها حاجات رابليكة بتاعة التوت عامخة امون وبتاع وجماعة احنا في مصر بنحتفق حاجات زي كده حاجة شباهها في برلين حاجة شباهها في باريس حاجة شباهها في واشنطن ولا نيويورك حاجة تبقى شباهها في مدريد حاجة الجودة الجودة يا سلام سلم بقى لما يبقى فيه عندي الموقع بتاعي اروح جاي كده وصفحتي على فيسبوك اروح جاي زقيقها القدام علشان ابقى المستهدف هنا مش عارف غرب اوروبا وسط اوروبا شارع اوروبا فيه ازمة دلوقتي الحرب للأسف الشديد ربنا يزيح كل حاجة الساحل الشرقي الساحل الغربي الميد وست الى اخره كندا الحاجات دي حاجات مش مكلفة يعني خالص خالص يعني انا احب ان انا اشوف فيسبوك بتاع او الصفحة او الاكاونت الرسمي بتاع الوزارة بتاعتنا يروح حاطتلي كده حاجة لطيفة ظريفة فيها القناع بتاعتوه تعمخ اموني تعمل ديزاين صح او ان انا غلطان تعمل ديزاين كويس كده ولطيف بلاش الديزاينز اللي هي بتتعمل بسرعة وبلهواجة يعني وبالمناسبة الوقت لسه مجريش خالص هتقولي بس اصل دلوقتي اه جميل ده ده الموسم ده الشتاء ده الشتاء عايز الناس الحملة بتاعت جريدة دي سان اللي بيتكلموا على انهم ييجوا يقضوا الشتاء في مصر وفي الغردقة وينزلوا البحر ودرجة الحرق ده كلام جميل ده انا عايزوا يعمل لفة جميل تعالى نعمل باكتج لطيفة تاخد بعضك وتطلع لقصر وتركب المركبة وتوصل لحد اسوان وبعدين تركب الطيارة وتروح تكمل بقية الكم يوم بتوعك هناك في الغردقة صحة ولا لقا بالزنب والله بجد حملة كده لطيفة زريفة شوية ماركتين مشغالين والله حاجة في البسيط زقات على فيسبوك كده يبقى عندي sponsored ad هنا ويبقى عندي مش عارف ايه هنا طيب شدوا حلكم والنبي عشان خطري يعني خلونا كلنا ايه ما نبقاش جزء بيقدف وجزء ما بيقدفش احنا عايزين نقدف سوا والهدف هنا برضو علشان انا عارف في ناس بتزعل لما بتقول الكلمتين دول كلام ده ليس بغرض اي نقد او انتقاد وان كان النقد والانتقاد حقهم مشروع وجزء من دورنا لكن مش دي القصة ده من باب مش بس المحبة المسألة اكبر من كده المصلحة المشتركة انا وانت مصريين انا وانت يعني انا وكل الناس اللي بتتفرق ممكن يبقى مين هنا في وزارة ومين هنا في محافظة ومين هنا في برنامج ومين هنا مش عارف شركة سياحة ومين هنا في مكاتب مش عارف التنشيط ومين المصلحة واحدة الدولار اللي هيخش مصر هيعم صح؟ بس ما بتخشش تتحط في جيب بني آدم تتحط في جيبنا كلنا تخش على الدولة فكلنا هنبقى مبسوطين احنا اولى بالترى لم لم ده نفاصل ونكمل الكلام اهلا 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 بحضراتك وجوز من الحاجات الجيدة انه يعني حصل تواصل مع سادة المحافظ في اسكندرية وهيستقبل باذن الله سبحانه وتعالى عبير خلال الايام القليلة القادمة من هذا الاسبوع وهيبدأ يتكلم معها ويشوف بالزبط الحالة وتدرس جيدا بحيث انه يشوف ايه الطريقة الانسب والافضل والاكثر مناسبة لتقديم الدعم لها باذن الله واحنا برضو هنتبع مع سادة المحافظ وانتبع مع عبير يعني تبصوا احنا نرى الموضوع باذن الله حد ما تاخد الشقة باذن الله طيب خلونا نروح لأزارة التربية والتعليم عامل حاجة بقى انا مرسوط بها هي دي النسخة التالتة او الطبعة التالتة او المرحب يعني سميها زي ما تسميها اطلاق النسخة التالتة من المشروع الوطني للقراءة لسنة عشرين تلاتة وعشرين مشروع وطني للقراءة ده ده واحد من اهم الحاجات اللي تتعامل بالمناسبة لتنمية ورفع وعي الشعوب فما بالك عندنا هنا في مصر القراءة بالمناسبة ما هياش طرف حقيقي مش طرف القراءة انا في رأيي المتواضع مهم قوي انها تبقى جزء من حياتك اليومية او على اقل تقدير حياتك الاسبوعية يعني انا اشوف انه ماينفعش يعدي عليك اسبوع ماينفعش بقى لها الاستحالة من غير ما تكون قريط نص كتاب يعني الشهر يقف عليك بكتابين مش بقول لك كتب اللي هي الكتب اللي هي الشكل المرجعي كلاسيكي ده اللي هو هتلاقي الكتاب قدي كده خالص اقرالك رواية ليوسف السباعي لمجموعة الاحسان عبدالقدوس مجموعة قصصية حق مجموعة اليوسف ادريس مجموعة قصصية قصيرة لطيفة مصرحية لتوفيق الحكيم كتاب لعباس العقاد والجديد يعني انا بس بقول لك علشان خاطر الجديد لو انا نست منه حد فممكن يحملها يعني في صدر وانا ما حبش كده لكن انا بقول لك على القدام القدام رحمة الله عليهم فدول مش هيزعلهم دينا لو وقع مني اسم ولا اسمين اللي عايزة اقوله اقرأ طيب تقرأ في ايه اقرأ في اي مجال مرة زمان كان عندي 11 سنة وبدأت اجازة الصيف 11 او 12 سنة بدأت اجازة الصيف فوالدتي معودانا انه تيجي اجازة الصيف بتدلنا ميزانية للكتب يعني خد الفلوس دي هات الكتب اللي انت بتحبها واللي تقراها ومش عارف ايه البندي يا الصحفاء روحت لها بقى في بدأة اجازة الصيف وعلى هاخد المعلوم ده مبدئيا يعني فروحت عشان اخد الفلوس فدقتلي الفلوس قدرتها طب انا باللوقتي هنزل هروح للمكتبة كان عندنا مكتبة حلوة كده فاخر الشارع خالص اجيب ايه قلتلي يعني ايه تجيب ايه هاتجيب كتب قلتلها ايوة يعني اقرف ايه قلتلي يا يوسف مفيش حاجة اسمها اقرف ايه نصا الكلمة دي فضلت محفورة بزهن لحد اللحظة دي قلتلي يا يوسف مفيش حاجة اسمها اقرف ايه انت تقرأ كل حاجة قلتلي عارف طبعا احنا على ايامنا وانا صغير كان لسا اللب بيبقى في اراتيس قبل ما يبقى في بتاعات نيلون كده دمات ييل او الله يا حافظ كان في اراتيس 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 يعني ارتاس الكراسة كده كان رجل بتاع اللب يشتري الكراسات بتاعت التلامزة ويعملها اراتيس ويحطلنا فيها اللب وساعات كان يبقى الارتاس بقى هو عامله كده بالسامغة فيبقى مالكوف كده على شكل بقى استواني مش بالشكل المخروطي المهم طبعا كان حاجة بقى صغر من الورقة دي اسمها فلوسكاب على ايامنا دلوقتي بقت اسمها ايه فور بصرف النظر عن المصطلحات الحديثة فلوسكاب كانت اسمها احلى من كلمة ايه فور المهم فقيتلي انت لو لقيت ارتاس لب ازأز اللب واستمتع به وفك الارتاس اقرى اللي مكتوب اكيد اكيد هتستفيد او الله العظيم انا خدت دي بقت حلقة فوجني طلق ايوه يعني اما اما اقراش حاجات معينة قيتلي اقرى كل حاجة وبالوقت انت هتلاقي نفسك عندك ميول لنوعيات بحد ذاتها بس بقى وريني الكتب اللي اشتريتها وهبقى اقولكوا ليه بعد ما اخد معي على التليفون دكتور ايمان محمد حسن منصق عام المشروع ورئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم اهلا اهلا يا دكتور ايمان اهلا بسيارتك يا فن ازاي الصحة كله تمام الحمد لله بخير الحمد لله اطلاق النسخة التالتة من المشروع الوطني للقراءة ملامح هذه النسخة التالتة يا فن والله هي الملامح مبشرة جدا يعني احنا لسه اطلقنا النسخة انبارح زي ما حضراتكوا عارسين واعلننا عنها انه هدى على الموقع يسجل اكتر من اربعة وعشرين الف طالب وطالبة حلوك فيعني بصراحة هو المشروع يعني بيتناسب مع يتماشى مع رؤية مصر عشرين ثلاثين في انه هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام حلو ده اللي انا بسأل عليها دكتور ايمان انه احنا عايزين نعرف المشاهد يعني العالم الحاضر يعلم الغائب يعني ايه خشوا على الموقع ويخشوا على الموقع ليه ويسجلوا ليه اصلا وايه هو شكل التنافس عاوزين نشرح يا دكتور طيب احنا عندنا نوعين من المسابقة اللي خاصين في المشروع الوطني للقراءة المعني بهم هو وزارة التربية والتعليم عندنا بعدين خاصين بينا البعد الاول وهو الطالب المثقف البعد التاني وهو المعلم المثقف الطالب المثقف دي منافسة في القراءة لطلبة المدارس كلهم لجميع المراحل التعليمية عندنا من اولى لتالت ابتدائي فئة ومن تالت ابتدائي لست ابتدائي فئة اخرى والمرحلة الاعدادية فئة والمرحلة السنوية فئة سنوي عام وفني فكده بنستهدف الفئات التعليمية بتاعتنا كلها المراحل كلها من اولى ابتدائي لتالت سنوية طيب كده الطالب طيب كده الطالب المعلم المثقف دي منافسة في القراءة للمعلمين حالو الحقيقة احنا لنستهدف معلم اللغة العربية لا احنا بنتهدف جميع المعلمين سواء لغة انجليزية رياضيات عربي دراسات عنشطة تربية رياضية اخصائيين مسرح جميع من يعمل مدرس في التربية والتعليم طيب ايه شكل المنافسة يا دكتور ايمان هيتنفسه مع بعض ازاي الولاد المنافسة عبارة عن ان الطالب مطلوب منه ان هو يقرأ تلاتين كتاب باللغة العربية بما يتلائم مع مستواه العمري واللغوي تلاتين كتاب على مدار العام على مدار فترة المسابقة اللي هي بتستمد طول العام لكن هي من مرحلة التفصيات الاولية بتبدأ في شهر اربعة قبلها بيقفل الموقع لان بنبدأ التفصيات بالفعل يعني تبقى مدة اربعة ست شهور يقرأ تلاتين كتاب اه تقريبا كتير بس ماشي نعم كتير لا اما هو للطلبة هي متقسمة عدد صفحات للكتاب يعني معنا الصف الاولاني الكتاب بتاعه 15 صفحة ماشي الصف الثاني عشرين صفحة اوكي التالت خمسة وعشرين صفحة الصف الرابع خمسة وتلاتين صفحة مم وبنبتدي نزيد خمسة خمسة لغاية ما بنوصل للمرحلة السنوية تلتة سنوي طالب تلتة سنوي خمسة وتمانين صفحة ماشي يعني هو مسمح لهم في كل المجالات ان هما يقروا في المجالات اللي بيشبوها عشان يبقى عندهم شغف وهم بيقروا الكتب دي اه في خمس مجالات مختلفة حا اعلوم طب فلق قصص اه يعني اي مجال كل واحد على حسب ميولو ميولو بالزبط كده هاي ماشي بعد كده بيبتدي يلخص كل كتاب هو اراه اه في حاجة اسمها مدونة الانجاز ها دي موجودة على الموقع برضو هو الطالب بيضبعها او احنا بنوزعها على المدارس اه لكن الطالب اللي ما بيقدرش ان هو يحصل عليها هي متاحة برضو على الموقع لكن احنا بالسال بنوزعها على المدارس وبيبتدي لخص الكتاب اللي هو اراه اه بيجاز اه بحيث ان هو يبقى مفهوم محتوى الكتاب ده في ايه وموجود فيه الاسم المؤلف والمحتوى الكتاب يعني بيعلمه حتى ان هو ازاي يقدر يلخص موضوعات يعني يعني لو افترضنا مثلا ان الكتاب 85 صفحة بتاع الشباب بتوع 3 سنوي مثلا يتلخص في كم صفحة المفروض هو المفروض ان هما يلخصوه في الكتب تتلخص المفروض في التضحص في مدونة الانجاز صفحة 85 في صفحة هو التلخيص مش بمعنى ان هو بيلخصه كان هو بيلخص زي ما بقول لحضرتك باسم الكتاب محتوى الكتاب ايه بيجاز جدا اسم المؤلف يعني نبزة عن الكتاب حلو جدا طيب افترضنا انه اصبح خلاص عندي لسه في مرحلة بعدها طيب ايه هي المرحلة دي المرحلة الاولية بنيجي فيه مرحلة بعض تبقى فيه تفصية اولية دون الطلبة في المدارس تمام بناخد من كل المدرسة طالب من الاربع فئات يعني بناخد كده اربع طلاب تمام بعد كده بيستعدوا لمستوى الادارة وبناخد من كل ادارة برضو طالب من كل فئة حلو تمام ماشي بنسلع بقى بعد كده على المدرية حلو جدا على المحافظة يعني زي ما انتو بتقول لا لا انا معاكي في المدرية اه في المدرية اه بنبتدي يبقى فيه ترشيح لخمس طلاب من كل فئة يعني عندي عشرين طالب لكل محافظة اوكي تمام في السبع وعشرين مدرية العشرين طالب بيبقى عندهم سلطة الخمسمية واربعين طالب جميل تمام فيه المرحلة التالتة نجل المرحلة الرابعة بقى دي بيبقى فيها محكمين من مؤسسة البحث العلمي نفسها لان الثلاث مراحل اللي فوق اللي كانت دول بيحكمهم محكمون مختارون من وزارة التربية والتعليم اوكي تمام المرحلة الرابعة المحكمين بيبقوا من مؤسسة البحث العلمي وبيختاروا من العدد دا اللي بقلت لحضرتك عليه خمس أوائل من كل فئة طيب ليه من البحث العلمي ممكن يكون الطالب اختار كتب مش متعلقة بأي بحث علمي اختار أدب اختار شعر ما انا بقول لحضرتك هو مسموح له يقرأ كلها لا دواوين الشعر مش مسموح بتلخصها مش مسموح بقرأتها ليه؟ الدواوين لان الدواوين دواوين الشعر دي هيبقى ناس متخصصة هي اللي هتقراها وفي بعض الحاجات كده مش دخلة معانا في المسابقة ولانا في ذلك حديث آخر بس اكمل يا دكتور اوه صحيح بعد كده يبقى احنا وصلنا ايه ان احنا في المرحلة الرابعة دي خدنا خمسة أوائل من كل فئة من الفئات الأربعة يعني وصلنا العشرين طالب وطالبة مم بعد كده العشرين دول بيتم اختيار الأول من كل فئة وعددهم أربعة مم تمام؟ حلو على مستوى الجمهورية جميل الطالبة دول كلهم بيرتقي منهم الطالب الأول على الطالب المثقف أول واحد بقى وده جاديته بتبقى مليون جنيه لا لا ها بجد ولا هزهار ده لا بجد يا فاني مليون جنيه مصري مليون جنيه مصري مليون جنيه مصري كأس الطالب المثقف ده غير إنه بيبقى ليهم رحلة للمكتبات المتميزة على مستوى العالم زي السنظة الصورة أو يروحوا زيارة طب المليون جنيه دي على المستوى بتاع الفئة ولا على كله لا ما أنا بقول لحضرتك الأول هو الأول واحد بس على الفئات كلها ده اللي بياخد مليون جنيه طب وهل المدرسة بقى اللي هو طالب فيها ليها من الحب جانب زي ما يتقال ولا لا ليها نسبة من الفلوس دي بما لا ينتقص من جيدة الطالب بتبقى نسبة قد إيه بقى يا دكتور؟ النسبة حوالي أعتقد 10% أو 20% أنا مش متأكدة قوي بس هم لهم نسبة بياخدوها اللي أشرفوا عليه طوال فترة المسابقة ماشي يعني اللي أشرفوا عليه هنا ده معناها الأسات زبتوعه المدرسين بتوعه طبعا للأسات زي اللي كانوا معاه وبيقرولوا وبيتعدوا أكيد وكده تقول له جايزة حلوة دي جايزة يعني مشجعة خبارة بيانا كمان في لسه بقى جوايد كمان الفئات بقى المركز الأول بياخد نصف مليون جنيه الفئات اللي هي الفئة الصف من الأول الابتدائي لغاية الثالث ابتدائي حلو بياخد نصف مليون جنيه المركز الأول ومن الثاني للخامس خمسين ألف جنيه بردو جميل اللي مكانش المسابقات دي على أيامي ليه الله العظيم والله العظيم أنا بحلف أنا كان ممكن ساعتها أخد المليون جنيه تلت مرات مثلا طيب جميعا لأول مرة أبقى مضطرة أتبهى بشيء ما يعني مضطرة والله بس الرقم زغللني برافو ده مبدئيا جدا جدا بس أنا هيبقى عندي سؤال بقى يا دكتور طب الطالب اللي مالوش في القراية أنا مش هعمله حاجة أشده بيها ناحية القراية شكل جذاب بعيدا عن فكرة الجايزة اللي مالوش في القراية مش هيكسب الجايزة أصلا لأنه مش هيبقى مقبل ولو أقبل هيبقى يقبل سطحي فده هيقع في التصفيات من بدري أنا عايزه يجري على القراية عايزه يحب القراية هو لما على فكرة احنا فيه طلبة مش يحب الفلوس لا 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 فيه طلبة اشتركوا معانا في المسابقة الأولى في العام الأول وما حققوش أي نجاح واشتركوا في السنة التانية وقدروا يحققوا نجاح فهو طالب نفسه بيشتغل على نفسه طب ده كلام جميل برده طيب معلش أنا عارف ده أنا بقطع بس عشان الكلام بيجيب بعضه هل 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 عند حضراتكم رصد بنسب المشاركة من إجمالي عدد الطلاب يعني أنا عندي في المناسبة المسابقة دي مدارس حكومة ميري ولا الكله لا كله يا فندم أي مدارسة خطة حكومة طيب يعني أنا عندي تقريبا وصححين أنا غلطان تقريبا 25 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة بالضبط النسب قد إيه بتاعت المشاركة بقى من 25 مليون دول يا دكتور والله نقول حضرتك يا نسب المشاركة ابتدت يعني ترتفع السنة اللي فاتت حققوا 10 مليون 389 و 313 ألف قارئ 40% تقريبا يعني نعم تقريبا 40% بيشاركوا آه تقريبا والله حلو وإنما متوقعين السنة دي يبقى فيه زيادة يعني طيب والله حلو طيب أنا عايز أجذب البقيين يا دكتور مقبوصة حضرتك آه يعني المبدأ نفسه والمنطق بيقول إن استحالة أصل دي هواية وإحنا بنشجع على اكتشاف المواهب يعني يمكن أول حاجة أصرح بيها معالي الوزير الدكتور رضا حجابي إنه عايز بيشجع الموهوبين وعايزين ينمي قدراتهم ونهتم بيهم الموهوب ده مش لازم كل 25 مليون طالب يبقوا موهوبين في القراءة مش لازم كلهم يبقوا موهوبين في الرياضة فأنا عندي الطالب ممكن فيه 10 مليون بيحبوا الإراية 5 بيحبوا المسرح 5 بيحبوا الرياضة مع الإراية فاهيمي حضرتك فاستحال أن كل السلبة 25 مليون طالب ده من المستحيل إنه هما يجمعوا على موهوبة واحدة أو هواية ده 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 كلام كويس خالص مش هنختلف فيه بس اسمحيلي من وقت حضرتك حبة كمان وهم أنا أنا راجل تركبتي عقليا عقلية نقدية خلقتي كده طالع مولود غلس الله عزيز من يومة ولدت وانا غلس يعني كلي قاعد أدور وفند ودق وحاجات زي كده الولاد اللي مهتم بالمسرح أكيد بيقرأ اللي مهتم بالموسيقى هتلاقيه بيقرأ لكن هويته الرئيسية شغفه الرئيس ممكن يبقى الموسيقى ممكن يبقى الفن التشكيلي ممكن يبقى كذا بس هو بيقرأ أنا عايز وهنا ممكن الناس تعتبريني مضاوي يعني إنه أنا عايز الولاد والبنات اللي في المدارس في مصر كلهم يبقوا ولو في جزء كده بسيط من حياته إنه يبقى في حاجة اسمها كتاب بيتقري زي أبويا وأمي مثلا مش هقول زي أنا يعني أنا جيلي بدأ أنا كان جيل الانهيار إحنا جيل السبعين نبدأ منهار فلكن الجيل بتاع أبويا وأمي أنا رجل موليد خمسة وسبعين فأنا بداية الانهيار مش أنا يوسف بس جيلي أنا عاوز أتفرج على المواطن المصري في يوم من الأيام يعني بعد عشر خمستاشر سنة زي المواطن بتاع أوروبا اللي بيبقى قاعد تحت الشمسية وماسك كتاب قاعد في المترو ماسك كتاب قاعد في القطر ماسك كتاب يعني على طول ماسك كتاب تسليته الأساسية كتاب مش مهم إيه المهم إنه ماسك كتاب بالضبط طيب هسأل سؤال قبل ما أخذ الحتة بنقديا بقى أنا بناقش الولاد في الكتب ولا أنا بكتفي بالملخصات والمواجيز لا طبعا ده بيبقى فيه منقشة على أعلى مستوى وفي البزات في المراحل الأخيرة اللي هي المرحلة الرابعة والخمسة دي بيبقى يعني تقريبا بيبقى الفروق بين الأولاد يعني واحد من عشرة واحد من مية فعشان كده المنافسة بتبقى قوية جدا يمكن ده السبب اللي بيبقى فيه محكمين خارجيين وهو المطلوب إثباته لأنه أنا كنت مستني الإجابة دي أو لو ما كانتش موجودة كنت هقولك والنبي يا دكتور أهم حاجة المناقشة مش أن أنا أكتب ملخص وأعمل إيجاز للكتاب قدر الإمكان أو اختزال لمحتوى دكتور إيمان تنقص فيه وبيتشافه وبيتقله ممكن حد يتقله طب رأيك إيه أنا عايز كده أنا عايز كده يعني لأ حضرتك بيحصل فيه مناقشات لو حضرت حدثتها يعني أو شفت تسجيلاتها طلبة يعني عندهم قدرة على التحاول والمنقشة والنقد رائع والتحليل كمان طمينيني على الأجيال أكتر ربنا يخليكو ده مشروع عظيم عظيم كملوا فيه وإحنا بإذن الله سبحانه وتعالى إدينا في إديكو إذا عايزين مننا حاجة نقدر نعملها هتلاقينا موجودين دايماً يا دكتور أكيد حقيقي ألف شكر ألف ألف شكر وإحنا ما قلناش من المعلم الأول برضو المركز الأول أصحيح المعلم هياخد كام بالمناسبة مليون جنيه برضو يا فهي ما نزحزحها خليها مليون وحبة يعني التلميذ هياخد مليون والمدرس أمش كده إلا المدرس والله بتكلم جد يعني يا دكتور إيمان بمنتهى الإيمان أنا بتكلم يعني عايزة المدرس ياخد الجائزة بتاعته زي جائزة التلميذ برضو لا ما هو بقى احنا فيها اختلاف شوية إن المركز الأول بياخد مليون والتاني بياخد نص مليون والتاني بياخد ربع مليون ومن الرابع للعاشر بياخد مئة ألف وطبعا هي جائزة مختلفة عن الطالب يعني استأذنلنا دكتور ردة حجازي قولوله يوسف الحسيني بيوصي ويشجع ويحبز زحزح للمعلم عشرين في المية زادة عن الطالب هو المعلم هيلاقيها منين ولا منين ده عندنا مهم أنا كان في حياتي بصراحة معلمين منهم من هو رحمة الله عليه ومنهم من هو لسه حي ويرزق ودايما أذكر أسميهم يعني لما بيجي في الحديث سبب ليهم فضل كبير جدا علي يعني وبالتالي فلا أشجع جدا مسألت أن احنا نفضل نشجع المعلم أشكرك جدا يا دكتورة ونورتين وشرفتين وطولت عليكي وأرجو ما تعتبرينيش غلص زي ما ناس كتير معتبرة أني غلصة دكتور كل شكرا دكتور إيمان محمد حسن المنصق العام لمشروع الوطني للقراءة العام عشرين تلاتة وعشرين بوزارة التربية والتعليم أنا أفتكر كويس قوي مدرسي العظيم مستر جمال رودلف مستر عماد مستر سمير محفوظ رحمة الله عليه مستر فارس الله يرحمه مستر عود فرج فانوس ما عرفش أخباره إيه أتمناله يا رب إن عايش يدي له طلط العمر والبركة في العمر مستر فاهيم يعني في مدرسين ليهم فضل كبير علي كبير بالزيد مستر جمال يا رب يكون سمعني والله حقيقي طيب ليه أنا ركزت قبل ما هتكلم على موضوع الشقعات برضو ليه أنا ركزت الحقيقة على حكاية المراقشة دي أنا تربية مركزية كلاسيكية يعني وزي ما قلت مرة قبل كده أنا تربيت على إيد الله يرحمه يا رب خالد الزكر أستاذ مصطفى طيبة عم مصطفى ده المؤسس الفعلي والحقيقي لليسار المصري بالمدرسة المصرية لليسار المصري يعني قبل كده كانت المدرسة غربي حبتين أوروبي يعني باريسية يعني مع مصطفى طيبة بقت مصري مصطفى طيبة ده مش مصطفى الحسين مصري الحسين ده أبويا الله يرحمه يا رب وكان ليه دور بعد كده مهم جدا بقى بعد ما لقانت بلشفت فتولى المسئولية وكان أستاذ مصطفى أبويا الروحي الله يرحمه توفى الله يرحمه يا رب مهم فاتعلمت على إيده أستاذ مصطفى طيبة إيه بقى مناقشة الكتاب يعني كان يقولي تخيل أبويا وعمو مصطفى الاتنين اللي هضغ كان طبيعة أطلع لضغ مهم يعني الله يرحمهم جميعا فكان يقولي خد أستاذ الكتاب ده أهوه وتوجعلي بعد أسبوع علشان نناقشه ممم ده بجد أخد كتاب أدب روسي علشان أقرأ وخلال أسبوع أكون قاعد بنقشه بنقشه معم العرض ومناقشة ده حقيقي يعني مكبرت حبة بقى ودي عملها فيها أبويا رأس المال لكارل ماركس مثلا يعني وده بيخليني أرجعك على أمي قالتلي بس وريلي الكتب اللي أنت هتقراها ليه بقى علشان تشوف الكتب دي كويس وتقولي طيب خلي ده دلوقتي خلي ده دلوقتي يعني إيه خلي دلوقتي مش ما تقراهوش أنت مش حمل الكتاب ده مش مش حمله عشان أنت مش هتفهم لأ الكتاب ده ممكن يبقى فيه خطورة عليك بقدر مستوى تفكيرك وانت عندك 12 سنة بالسقرة وانت عندك 17 أو 18 هنا بقى يجي الدور التاريخي بجد لأمي في حياتي يعني الدور التاريخي والمحوري والعميق والعظيم والجزري لو فيها حاجة عدلة فهو من الست دي بالمناسبة ولو فيها حاجة وحشة فهذا هو ما جانته علي الأيام فده الدور اللي حضرتك لازم تقوم بيه مع أولادك وبناتك شجعهم على القرية خليهم ينقشوك في اللي قريته اللي بيقروه وبصوا هم بيقروا على ايه طيب في الجيل بتاع دلوقتي بصوا هم بيقروا ايه وبيسمعوا ايه وبيتفرجوا على ايه وبيتكلموا مع أصحابهم في ايه بمنطق الصديق مش الجسوس يعني خليهم هم ييجوا لحد عندك تبقى صديق حقيقي علشان تحكي وتتكلم يتكلموا معاك ويحكو لك ويفتفضوا وياخدوا رأيك ده الدور طيب زي ما عندي دور ان انا اتكلم في مسألة دواجب يعني بجد مش الظهر مش واجب نهن يا وظيفي ده واجب للضمير مسألة الشائعات صالت شائعات دي من الحاجات الحقيقة اللي يعني غريبة جدا بس هرجع اقولك زي ما دايما ما فهمك دي موسم ده الموسم او طيب مجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الالكترونية انا اقولك الاول عنوان وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وتطوير المدارس في محافظة شمال سينة بطبيعة الحال المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بمنتهى السرعة والكفاءة يتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ده عطفا على ما سبق من المناقشة حول القراءة على سبيل المثال للحصر بتأكد الوزراء طبعا مفيش اي جانب من الصحة على الاطلاق لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس في محافظة شمال سينة وما صدرش اي قرار بهذا الشأن طيب مش بس كده لا يا جماعة بنشدد على انه اعمال التنمية وتطوير قطاع التعليم شغالة في شمال سينة عادي جدا بل بالعكس ده هي على رأس اولويات الوزارة زي ما كنت بقولك على مسألة فاق هشيلوا الدعم عن العيش في دولة تزود الدعم تشيل الدعم يعني مش هحنا تكلمنا في الحكاية دي زي دولة بتسبتلك سعر البنزين وسعر القهربة وتديلك عليها واستثنائية وتعبس تشيل الدعم عليك دولة بتشتغل على اطلاق النسخة التالتة من مشروع الوطني للقراءة داينا طلبة المدارس هتقوم تبطل تبني مدارس تحيبت أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم خلونا نرحب وضفنا الكريم داخل السوديو دكتور أشرف أدكر عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش سبقا منورنا دكتور إزاي الصح كله تماما خليني هبدأ بسؤال انطلاقا من احنا هنستضيف كاب 27 في شرم الشيخ هل التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السماكية في البحار المحيطات الأنهار البحيرات المزارع السماكية يتطلب مننا ان احنا نشتغل بطريقة مختلفة أو بطريقة أكثر حداثة أو أكثر تقدما بسم الله الرحمن الرحيم وانا بشكر حضرتك طبعا على هذه الدعوة الجميلة الثروة السماكية طبعا من القطاعات الكبيرة الاقتصادية والاستثمارية الهامة في جمهورية مصر العربية واللي شاهدت طفرة الحقيقة منذ 2014 لم تشهدها من قبل فبدأ من الدستور المصري اللي ذكر صروة السماكية في أربع مواد خاصين بالصروة السماكية وده لم يحدث من قبل كده انتهاء إلى المشروعات العملاقة اللي الدولة تولت إنشاءها سواء في بركة غليون أو في مشروع الفيروز أو مزالع الهيئة الاقتصادية لقلال السويس أو مزالع الديمة مجموعة كبيرة جدا من المشاريع اللي نسمها مشاريع أملاقة وده حدثت يعني عملت نوع من طفرة تكنولوجية كبيرة نأمل إن شاء الله نهاية تتم على خير وتصل إلى هدفها الكبيرة موضوع التغيرات المناخية من الموضوعات الهمة جدا وخاصة أن مصر بتستقبل حدث كبير جدا عالمي اللي هو كوب 27 طبعا التغيرات المناخية لها تأثير على الصروة السماكية بشكل كبير والصروة السماكية بتلعب دور كبير جدا في تخفيف حدة التغيرات المناخية نأخذ الأول التدعيات اللي هي بتعملها التغيرات المناخية التغيرات المناخية هي تغير في الظروف المناخية المحيطة بالجو نتيجة عوامل خارجية أو خلينا نتكلم بأسلوب بسيط أن نتيجة زيادة النشاط الصناعي البشري اللي حدثه الإنسان فيه خاصة بعد صورة صناعية زاد النشاط ده وزاد مخلفاته خاصة من انبعاثات ساني أكسيد الكربون وغاز الميسان وغاز اكسيد النايتروز هذه الغازات بنسموها الغازات اللي هي الدفيئة أو الغازات اللي هي بتخلي الولاب بتاع الكرة الأرضية يحتفظ بالحرارة فرفعت درجة الحرارة بتاعة الكون من حوالي نص إلى واحد ونص درجة مقوية على حسب تقديرات العلماء وهم مختلفين في هذا الأرضية القضية لكن احنا كمواطنين عاديين بنشعر أن هناك تغير مناخي نلاقي الصيف المتد شوية فيه حرارة زيادة كل هذا الكلام طيب انبعاثات ساني أكسيد الكربون خاصة ساني أكسيد الكربون نتيجة استخدام الطاقة الأحفورية والبطرول وغاز الطبيعي وما إلى ذلك بينتوا كمية كبيرة من غاز ساني أكسيد الكربون ساني أكسيد الكربون بيعمل إيه بقى بيخلي درجة الحرارة زيد بيعمل احتباس حراري بيعمل احتباس حراري وده اللي خلى دول العالم كلها من سنة 1994 بتجتمع لأن ما ينفعش دولة تقفل على نفسها في تغيرات المناخية ده تأثير واحد لكل الكون وهنا بقى تنطبق على المقولة اللي بتقولن الكون عبارة عن إيه قرية صغيرة فلازم الكل يشترك مع بعضين الحقيقة المؤتمرات اللي تعقدت سقيمة المناخ كانت نجحة سنة 2015 توصلوا في اتفاق باريس إلى عدة عوامل تلت حاجات أساسية الدول تلواتي وزعماء الدول كلها بيحاولوا ينفذوا هذه التعهدات التلاتة أقول تعهد قال لنا عايزين نحد من انبعاثات الغازات بتاعة الاحتباس الحراري نحد من انبعاثاتها يعني هي مش هنقدر نلغيها لكن نقللها نقللها أقصى درجة أو أقل ما يمكن انبعاثها الحاجة التانية أن احنا نعمل بناء قدرة مؤسسية للتكيف مع هذه التغيرات المح المح من الأول بناء المحتملة بعد 2015 قلنا الحتمية يعني كان الأول بنقول احتمال تحصل في 2015 ف2015 قال له خلاص لا هي الحتمية هي احتصلها تحصل فلازم أنت تبني قدراتك إزاي تتعامل مع هذا وتتكيف مع هذه التغيرات المناخية الحاجة الثالثة مساعدة الدول النمية في مجابهة التغيرات المناخية وما سوف تحدثهم تبدأ تعمل تحولات صناعية ناحية ما نطلق عليه اقتصاد أخضر اقتصاد أقل تلويسا للبيئة بالزبط ده دول الثلاثة حاجات الأساسية واللي أكد عليه مؤتمر 26 واللي هيؤكد عليه الثاني مؤتمر بزاعة شامل الشيخ اللي احنا من الاعتز أن نحن نستضيفه كدولة مصرية طيب ايه دول الصراحة السنكية في هذا؟ أولا لما درجة الحرارة تزيد هيحصل نوع من زيادة البخر في المجاري أو الأجسام المائية أو المسطحات المائية بتاعتنا زيادة البخر هيولد عنه زيادة الملوحة تركيز الملوحة صح هذه الزيادة بتاعت الملوحة تخلي الاستضراع بتاع الأسماك خاصة في مصر لأن احنا لما بنقول ان احنا بننتج حوالي 2 و 2 من 10 مليون طن سمك 80% منهم من المزارع السمكي 90% منهم بلتي البلتي دي سمكة مية عزبة إذن عندنا نوع من التأثير هيحصل علينا أن الأسماك بتاعتنا اللي هي مطربية على المية العزبة هيحصل لها نوع من التأثير دي حاجة الحاجة الثانية لما درجة الحرارة تزيد السمكة بتزود بنشاط الميتابوليزمي بتاعها فتستهلك يكسجين أكتر وتخرج سينيكسيد أكتر سينيكسيد الكربون أكتر وتزيد الفضلات بتاعتها اللي بعد شوية حتتحول إلى أمونيا أو ودي مادة سمة للسمكة مش للبستهلك كل ده هيحصل داخل السمة طيب لازم أنت تأخذ سيناريوهاتك العلمية اللي تستطيع أنك أنت تشتعل في هذا هيحنا كنا صبقين من التسعينات وبدأنا بعض التجارب في هذا سمكة البولت اللي المصريين كلها بيحبوها بدأنا نعمل نوع من التأقلم أحد أنواع السلالات اللي موجودة عندنا اللي بيسموه البولت الأحمر اللي هو ده بيتحمل الملوحة همسة خلنا يتحمل الملوحة ويتحمل كمان درجة الحراب سنة تاني دي كانت حاجة من الحاجات الكويسة هو كان يعني كان بيعيش في الماء العزب على طول لكن إحنا أمكان نقلناه في العريش وأمكان نحنا نخليه ياخد الدورة كاملة ويفرخ داخل ميت البحر فدي نوع من أنواع الاحترازية أو الإجراءات العلمية فبقى لنا ما نطلق عليه بولت بحري يعني ده بيسموه دلوقتي سمكة بولت بحري وسبيل فعل كده وحضرتك أشرت بقى للنقطة التانية أن نتيجة أن المية بتاعتنا هتتجه إلى الملوحة إلى الملوحة شوية فأصبح إحنا دلوقتي فرضى عليها أن نحن نشغل بقى في الاستدراع البحري ده ده في مسطحات المية العزبة بس في مسطحات المية الملحة تحديدا بحار مفتوحة ومحيطات درجة الملوحة بتقل مش بتزيد علشان أنه الأقطاب تلجي بيسيح وبالتالي بتنزل كميات أكبر من المية العزبة وبتقلل من درجات الملوحة في بعض المناطق ده تمام بالنسبة للأوبن سي أو الوايل المية المفتوحة أو الحاجات الطبيعية ده بيحصل بالفعل كده لكن إحنا دلوقتي مطالبين أيضا أن إحنا نشجع الاستدراع البحري والتقنيات بتاعتنا في أي ظروف أن إحنا دلوقتي أصبح ده البديل اللي أنت هتتأيح هتستخدمه عشان تواجه بيه التغيرات المناخية القادمة في نقطة تانية نتيجة زيادة سانيكسيد الكربون في الجو بيدوف المية بيخلي المية أكثر حامضية لأنها بدل ما هي H2O فهيضحط عليها كربون دايوكسيد فهتبدأ تقارب هي هتبقى H2O هتبقى H2O بس بحط فيها كده كربون زيادة الكربون هيخلي درجة الحموضة بتاعتها تبقى ميالة للحامضية شوي بقلل القلوية وبرفع الحامضية بالضبط كده السمك بيحب بيعيش في المية المتعدلة لما نشوف القيم بتاع درجة الحموضة هنلاقى من 6.5 إلى 9 دا البي أتش البي أتش الزبط هي دا رقم الحموضة أو البي أتش يعني السمك بيميل إلى القلوية لما خلي السمك لما خلي المية بتاعته حامضية إذن أنا هنا بعمل نوع من الحاجات الغير طبيعية اللي هتأثر بالسلبة على السمك واللي هتدي فرصة أكتر لانتشار الأمراض هذه السمكة فبيتالي عندنا مشاكل في دا طيب نحل دا إزاي؟ نحل الجزئية دي إزاي؟ هاستأذنك تقولي الحل إزاي فندم بعد إذنك بس بعد الفاصل خليكم عادة حديث على الهوى وفي الفاصل شديد الإفادة بالنسبة لي بشكل شخصي وأنا أعتقد أنه مفيد لنا جميعاً دا بخلاف النوع حديث يجري الريق خلونا نجدد ترحيب بضفنا الكريم دكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستدراع والمصاين البحرية بجامعة العريش سابقاً مرة تانية نورنا دكتور اللي بقى لقينا حلول أه لقينا حلول الحلول بتاعتنا كان بدل من اعتمد على حجم كبير من المية وكم كبير من المساحة اللي كنا بنسميه نوع من اسم النظم اللي صدراء اللي هنستخدمها كان حاجة اسمها نظام شبه مكسر بدأنا نقلل حجم المية في المزارع بتاعتنا مع زيادة درجة التحكم فيها الدرجة أكتر وبالتالي التلوث اللي ممكن يحصله نتيجة صرف هذه المية للبيئة احنا قلل نائل أقصى ما يكون فانا أرفع كفاءة المزارع معدل الانتاجية وقلل الحمل البيئي اه عن طريق التكسيب بتاعت السمك يعني مثلا الحوض بتاعت السمك حوالي 5 فندان او من 2 ل 5 فندان احنا الانتاجية اللي بيطلحها هذا الحوض ممكن اطلحها من حوض 500 متر فعلي اه يبقى اذا كان عندي كمية المية اللي موجودة في الخمسة فندان يكون لها بعد او او بعد عملية الاستدراع هلازم نصرفها نصرفها في المجارين المياه العمومية هذي المياه بما فيها بقى من مشاكل نشادر على طول اه هي امونيا وفصفور وهذه الحجم طيب هذي الحاجم بدل ما 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 طلع هذا الحجم الكبير لا انا هطلع حجمه صغير استطيع ان انا اتحكم فيه اعالج المياه بتاعت الصرف بتاعته بطرق البيولوجيه وبالتالي تبقى هذي مازال عن صديقة تلبية وممكن جدا الناس تخلص النشادر والفصفور من المياه دي افصلها عنه خلص يعني هو مش داخلين فيها او احنا لكن احنا يعني بيبقى عندنا اه وحدة اسماء وحدة فلتارة بتخلص انا من النشادر او الامونيا اللي حضرتك بتقول عليها بحيث ان دي بتعمل بتخنق السمكة فانا لما اتخلص منها عن طريق فلات البيولوجيه نعيد من البكتيريا من ربيهم في هذا البتاع وبالتالي انا ما عنديش كيميكالزا وبالتالي المنتج اللي طالع عندي بقى دلوقتي ما استخدمش فيه اي كيميويات والمية ما استخدمتش فيها كيميكالزا ما استخدمتش فيها حاج ده كلها حاجات طبيعية ناشرال وبالتالي المنتج اللي طالع درجة الجودة بتاعته تبقى عالية كنت لسه اسأل انا بقى كده اقدر احافظ كمان على جودة المنتج جودة المنتج والصفات بالتسويقية بتاعت السمكة يعني زمانو احنا صغيرين كانوا لك ما نكونش سمك المزايرها ده تمام دلوقتي انا واحد من الناس انا جربت السمك بتاع غاليون ده والجنبري بتاع غاليون وكل حاجة غاليون جربتها هي زي زي البحري بالزبط خليني خليني يعني انتاز فرصة فرصة وجودي مع حضرتك واقول ان حكاية السمك المزاير نكون السمك المزايرها دي هذه شائعة من الشائعات الغير علمية واللي حقيقة بتطلق في بعض الاوقات للتروج الى سلع اخرى بديلة من نفسها لا حتى انا صغير يعني ده يمكن من اكثر من 40 سنة لا يمكن وحضرتك صغير كنا بنميل ان الحاجات الطبيعية لان في الوقت ده احنا بنميل الى ان الطبيعي حاجة كويسة انا دلوقتي بقدر اطلع منتج سمكي بنفس جودة السمك الطبيعي البحري المفتوح مفيش خلاف فيه هو انا اجزئ من حيث الطعم مفيش خلاف فيه اذا ما اتبعنا الظروب بتاعة او التقنيات بتاعة الاستزرعة حلو يعني هو السمكة بتاخد الطعم بتاع السمكة بتاخد بتاخد اخر حاجة يقولك المرعة اه صح يقولك السمكة بين المرعة طب المرعة ده اللي هو الغزاء طيب هي بتاكل اعلاف الاول كانت بتاكل حاجات طبيعية الطبيعي ده بيأثر عليها في حددها مستصاعدة لما تيجي تاكل بقى الاعلاف الاعلاف بتبان في لحم السمك طب نحل الكلام ده علميا ازاي بنصوم السمك قبل التأسويق مدة سبعة ايام بترجع السمكة زيها زي اللي هي تاكل طول عمرها غزة طبيعية اه لحمها زي ده بقى اه نفس 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 القصة حلوة وقدرنا ان يدحق للمستهلك الزوء اللي هو عاوزه والطعم اللي هو عاوزه العلمي بيحله كل حاجة بس نعرف 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 ايه المشكلة فين متشخصة انا دلوقت يا دكتور اقدر اقول ان انا بشتغل على سد فجوة غزائية من جهة وفي نفس الوقت ان انا عايز اوصل لنسبة من الاكتفاء الزاتي في الانتاج السمكي انا وصلت لحد فين الحقيقة احنا قطاع السروا السمكية من القطاعات النجحة جدا في مصر وموضوع الاكتفاء الزاتي ده انا قدر اقول لحضراتك ان احنا وصلنا للاكتفاء الزاتي لدرجة يعني 95% او او اكتر كما يعني مقربين خلاص احنا ده بتستورد 300 الف تن سمك 300 الف تن ده حوالي منهم 200 الف تن اسماك اللي هي ما بتنتجش عندنا اللي هي اسماك الرنجة والمكرال والحاجات بتاعت التصنيع اللي هي كده كده حتى لو انتاجنا احنا قلت لحد ده احنا من انتج 2 و 2 من 10 مليون تن لو انتاجنا 5 مليون تن حنستوردتهم برضو حنستوردهم دول مش عندي أصلاً لان دول لأغراض تصنيعية مش عندي ودي اسماك مية بردة مش موجودة عندنا حنستوردهم 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 صناعة بتوفر فماس بكل إمكانياتها بتوفر فماس إمكانياتها من أراضي موجودة عندنا كمية كبيرة جداً من الأراضي غير مستغلة عندنا كمية كبيرة من الماية خاصة الماية البحرية واللي انا هتكلم على عدلك عليها بقى كمين شو هي عندنا ايدي عاملة رخيصة بالمقارنة بالبتاع وى ذلك احنا حققنا نجاحات كبيرة في مجلل الإستزراع السمكي زي مثلاً احنا نمرأ الأول في إنتاج البوري عالمياً السادس في إنتاج الأسماك أو مثيرة Belleti الثالث في إنتاج بولتي يعني انا في مصر بقيت الأول عالمياً على مستوى إنتاج أسماك البوري استزراع أسماك البوري وبقيت السادس على مستوى العالم بشكل عام والتالت في إنتاج البولتين بعد الصين وبعد إندونيسيا كنا التاني وبعد إندونيسيا داخلت معنا لأ أنا أنا عايز نتكلم أكتر بس كريم رمزي على الباب عشان يخش البرنامج بتاعه وأنا كل مرة بس رأمنه دقتين وتلاتة وعشرة وحاجات زي كده بس أنا عايز بعد إذن حضرتك وعد نكمل هزا الملف ده ملف بالنسبة لي الشديد الأهمية خصوصا بعد الأرقام اللي حضرتك قلتها ده إحنا لازم نزود ونتكلم ونفهم ونعرف الناس إيه اللي حصل حقيقي يا دكتور نورت وشرفت وأسعدت وأفت وبإذن الله لازم قريبا جدا هنتكلم على هذه المشروعات العملاقة بشكل أكتر استفاضة وبالطريقة الرائعة والشيقة بتاعة دكتور أشرف ومدعمة بالأرقام وما إلى ذلك خلوني أشكر مرة تانية دكتور أشرف أن دكر عميده معنا النهاردة كل الشكر لدكتور أشرف أن دكر عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش سابقا شكرا جدا لحضراتكم لسببين ما هو أنتوا برضو اللي بتشتغلوا في هذه المصايد وهذه المزارع وفي هذه المشروعات وشكرا طبعا لحسن المتابعة كريم رمزي داخل حالا وبرنامج رقم عشر أما إحنا لو كلنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلا بات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة